اضرب 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 احسن بعد خد هاده شوفوا شوفوا شن جان اقتراح من الفاطميين شن قال لك جيوش وشعب الفاطميين منهكة من الصراع مع الفاتحين وتخلوا عن القتال يا يلهي مذبحة والله مذبحة مذبحة ايوه خيالتنا وصلت اضربوا لهم اضربوا لهم لا ترحموهم ولا تتركوا منهم احدا هيا لقنوهم درسا لقنوهم واضربوهم السلام عليكم يا شباب اهلا بكم في الحلقة 11 من لعبة بانر لورد 2 وفي هذه الحلقة حنحاول انصد هجمات الفاطميين اللي مرضوش بفقدان مدينة القاهرة ويحاولوا بشتى الطرق انهم يسترجعوها واصبحت جيوشهم تتعاقب على حصار القاهرة جيش ورى جيش واحنا طبعا منحاولوا انصدوا هذه الهجمات فلذلك قبل ما نبدأ ما تنسوش دعمنا بالاشتراك واللايك والنشر ومشاهدة ممتعة للجميع زي ما تشوفوا يا جماعة في اخر حلقة استطعنا ان نقوم بفتح القاهرة والسيطرة عليها وضمها الى مملكة الفاتحين وهزمنا جيوش الفاطميين في اكثر من معركة قبل الوصول الى القاهرة والسيطرة عليها وخلينا نذهب وندخل الى ادارة المدينة ونشوف المباني اللي تطوروا فيها واللي ما زال ما تطورتش طبعا نعاطينهم انا اللي هو خمسين الف حاطها في الخزينة هنا لتساعدهم على التطوير وايضا حيستدعو زوجات القاعقاع الى القاهرة وممكن نضع واحدة منهم تقوم بادارة القاهرة تقريبا على حسب مهارة ممكن نضعوا مروة موقتا تقوم بادارة القاهرة هنا طيب انا اللي ما زالت يا جماعة مستغرب منها ان لما قمنا بتجميع جيوشنا ما استدعيناش الكلانات الكلانات هذه يا جماعة تركناها لان يكون تعتقدنا حتجمع الجيوش وحتتجه لأقرب هدف اللي هو سقل لي هذا اللي خلاني ما نستدعيهما شو المعارك لكن للأسف ما خاموش بهذا الشي شن السبب لما رجعت يا جماعة اللي هي السياسات او القوانين في هنا قانون اسم المشيرون هذا اسمه يقول لك يتمتع اعلى رتبة من النبلاء بالحق الفعلي في تجميع الجيوش الكبيرة فممكن هذا هو السبب اللي ما خلاش باقي الكلانات تجمع جيوش او تعلن على تجميع جيوش فاعتقادي ان هذا هو السبب والله اعلم ان هذا هو السبب فخلينا نقترح هذا القانون نؤيد هذا الاقتراح طبعا اغلويتهم موافقين تقريبا انه فيش حد معارض تمام وفيه هنا ايضا الحواش النبيلة الحواش النبيلة يقول لك من المتوقع ان يقوم النبلاء بتكوين حاشيات كبيرة تمام يعني تقريبا اللي هم مرافقين لهم فهذا ايضا كويس نقوم بتأييده او باقتراحه حتى تزيد حجم الجيوش ممتاز ممكن بهذا الشكل نستطيع ان نضمن ان هذه الكلانات تقوم بتجميع الجيوش والاتجاه الى اقرب مكان للاعداء اللي اعلن عليهم الحرب او اللي اعلنوا علينا الحرب حتى يقوموا بالسيطرة يعني منهم الحالهم ما نبدوش يعني احنا المسؤولين على جميع الفتوحات وعلى جميع نخلوهم يسعوا ويسيطروا على المدن والقلاع على راحتهم طبعا هذا حيرجع بالفائدة على المملكة بالكامل اوكي يا جماعة هناك خبر يعني مفاجئ انا ما انتبهت لاش كيف صار الكلام منيش عارف اللي صار يا جماعة ان المستعلي بالله هرب من الاسر كيف هرب منيش عارف والله مني عارف هرب في تقريبا يوم عشرة يوم عشرة 1113 في يوم 15 اسر خولة خولة اللي هي تابعة لنا هذه خولة طيب يا خولة خولة هذه يا جماعة فين موجودة حاليا لو كان شفنا يقول لك بالقرب شهدت اخر مرة بالقرب من هذه اللي هي مدينة او قلعة تقريبا بريسلاف شهدت هناك هل هي مأسورة في كلان مأسورة في مكان ما نيش عارف فين هذا المكان والله اعلم والله هنا معقولة هنا ترى شوية في طريقة تانية نستطيع ان نعرف موقع خولة هادي خولة ونكلموها ونشوف هادي خولة يا جماعة طيب يا خولة خلنا سألوها سؤال نقولها ويراريو اين انت الان تقول انا قريبة من بريسلاف قريبة يعني قريبة بجيوشها او كيف او بدون جيوش ترى شوية دعني اتفقد قوتك طيب عندها جيوش نعم عندها جيوش شين دير فيتتيك المنطقة يا جماعة شين جاء شين ساقها اللي هناك شين ساقها يبقى عندنا اللي هو المستعلي بالله فين المستعلي بالله يا جماعة يقول لك شوهد اخر مرة في اسيوت ها ها هرب الى اسيوت نعم هو هادي اقرب المدن لي يعني ليستطيعنا يصل اليها من البر اما من البحر فالاسكندرية هي اقرب ترى خنديرو يعني طلع على الاسيوت نشوفو كم فيها عدد من القوات هذا شين وهذا هذا المستعلي بالله جمع حتى جيوش يا جماعة تشافه وجمع جيوش ورجع لي اسيوت طيب اسيوت فيها الف 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 يا جماعة الف مدافع فيها بارتي المستعلي بالله وفيها ميليشيات اسيوت اللي هي ستمائة وستين وفيها حاملة اسيوت اللي هي ميتين وواحد واربعين اوه هذا فيه جيش الفاطميين شوف 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 تابع للفضل ميتين وسبعة يجمع في جيوش هذه يا جماعة بارتياتنا تتصادم مع بارتيات الفاطميين طيب اوه وهذا الجيش قادم اليهم هههة تعالي تعالو تعالو ندخل والله يلا في آخر لحظة انقدنا هدمه هو اه سلوة سلوة قريب انهوها سلوى يلا ندخل معاها في المعركة طيب هجوم مباشرة طبعا لانه احنا دخلنا يعني داعمين للقوات اتبعوني يا خيال اتبعوني اتبعوني تعالوا يا خيالة اتبعوني 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 يا فخان هجوك يومك اشترك اين انتم اين قائدتكم اين اين قائدتكم اين هي اذهب خد هذه خد هذه خد هذه واخد هذه اذهب في قوات دخلت اوكي في قوات دخلت ادي مني تعال ابدناهم ابدناهم الاوغاد امسكوهم لن يهربوا منا ابدا تعال انت اي الوقت تعال اتهرب مني لا هرب والله هرب والله هرب تعال انت تعال انت خد هذه خد هذه خد هذه تعال انت او حرب صحة لي صحة لي خد هذه خد هذه خد هذه لا الهة الا الله لا الهة الا الله الى اين اي اين الى اين الى اين انت داهب ایسلام لشه cute ابتعد ابتعد خلي 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 فانمش يلا أحسن صلق هات رمحي هات أو المطرد يعني مازال فيه مازال فيه بعض الرماء قضوا عليه قضينا عليه القائدة يا جماعة القائدة ما استطعناش أننا نقضوا عليها بأنفسنا لكن مش عارف هم حاليا هربوا منهم 29 مش عارف طيب هذه طبيبة سلوى تشكر فينا على مساعدتها هذه القائدة هذه واحدة القادة لكن مش هي اللي كنا نطارد فيها أنت سجينتي هذا إسماعيل أنت سجيني رانيا سجينتي هذه هي هذه هي حفظة حفظة هذه هي حفظة 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 هكنا نطارد فيها عبد العزيز سجيني نحن 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 أوه ما هي هذي سادة مش عارف هذا يا جماعة عبد الحفيظ تم أسرة من قبل حفظة جاءنا إشعار أنه تم أسرة من قبل حفظة وستطعنا أننا نستدرك جيوش الفاطميين ونحرر عبد الحفيظ قبل لا يقوم بوضعه في السجن ممتاز آه القوات هذه القوات سواعق الحق أوه قوات تابعة لنا ورمات النبال اللي مش متطورين لكن أوكي خيالت الصدمة كذلك هذه قوات طبعا يا جماعة البيانة تابعة لعبد الحفيظ النبالين المخضرمين المشاه السيافين وحدة الرماح الثقيلة وحدة السيافين أوه الله مشارماحين هبوب الريح سيافين مخضرمين أوكي كلها قواتنا والرماح طيب نجو للأسرة أيضا أخدوهم أوكي هذه كمية الأسرة الموجودة عندنا أغلبها أوكي طيب وهنا أنجولي الغنايم لا سلام الغنايم كثيرة هنا نأخدوها أول 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 هذا من هو هذا جيش مستعلي بالله يجمع في الجيوشة يا جماعة قادة الإكلانات تقريبا اقترحوا أن نقوموا بصنع سلام مع الصليبيين طيب مشاركهم حاليا في الوقت الحالي يعني أخدونا منهم إحنا القدس وصار لهم انقلابات من الداخل تفككوا يعني فحاليا مش هيشكلوا خطر وأصلا إحنا حاليا الوجهة الخاصة بنا في الفتوحات حندهب في اتجاه الفاطميين يعني حنسيطر على القلاع والمدن الخاصة بالفاطميين فلذلك ممكن حنأجل الوضع شوية نهدوا الأمور في منطقة القدس وما جاورها لأنهم حربنا مع الفاطميين ونفتح المدن والقلاع بالكامل نضمها لنا وبعدين ممكن نرجع نعني الحرب في المناطق القريبة من القدس تمام فنقول له أوكي نعم طبعا الاقتراح الاقتراح حادي اللي هو موسى ما فيش معارض فلو قلنا أوكي ستزداد علاقتك مع موسى طيب تمام احنا حاليا جماعة امام قلعة غابة النخيل تمام القلعة هادي جاية قبل القاهرة موجودة هنا يعني في جهة منقطعة عن باقي مملكة الفاطميين غابة النخيل هادي لو شفناها يا جماعة لمن تندمي أو من يحكمها ندخل على الدبلوماسية ندخل على الفاطميين يحكمها اللي هو هذا الشعار هذا العلم اللي هي عشيرة اسمها الدولة قائد العشيرة هادي يا جماعة اللي هو افتخار افتخار طبعا يا جماعة هذا تواجهنا معاه في أحد المعارك تقريبا يا معركة ممكن معركة العريش أو أو المعركة اللي أمام القاهرة أو أمام أسوار القاهرة قبل لا نقطحم القاهرة افتخار هذا يا جماعة قال لك شو هده آخر مرة في القدس تقريبا إلى الآن ما زال مسجون الشي اللي منديروه نايا يا جماعة اللي منحاول نحاول إنه ممكن نديروه أو ننجحو فيه اللي هو نسيطروا على قلعة غابة الناخيل وفي نفس الوقت منحاول أني نضم كلان افتخار هذا أو كلان الدولة نضمه لمملكتنا مملكة الفاتحين فشراك يا جماعة بما أن اللي دافوا على غابة الناخيل اللي هما 354 إحنا مش حنستدعو أي بارتيات لانضمام لهذه المعركة ممكن نقدروا إحنا الحالنا إنه نسيطروا على هذه القلعة إذا يعني ما نضمتش كلانات تانية من مملكة الفاطميين فما نحاول نحاول نشوفه نجربه إذا استطعنا طبعا عندنا الغداء فائد من الغداء بشكل رهيب شوفه فخلينا نشوفه مغامرة يعني حصار أو شيء نبنو اللي هي المقاليع ثم أدوات الحصار وانا نتضيع هذا شنو شوفوا يا شماعة أوكي شوفوا شوفوا شنجان اقتراح من الفاطميين شنقال لك قال لك جيوش وشعب الفاطميين منهكة من الصراع مع الفاتحين وتخلوا عن القتال يقول لك المستعلي بالله يقترح معاهدة سلام ومستعد لدفع تعويضات حرب بمبلغ مليون ومية واربعة واربعين ألف وتسعمية دينار كما يتعهد بدفع جزية يومية قدرها ألف وميتين وستين قوية قوية هذه أول مرة جينا يا جماعة لشعر هذا اقتراح سلام والله إلا قوية يا جماعة لكن احنا غايتنا ومنانا ليس المال ليس المال غايتنا ومنانا ضم أراضي ومقاطعات إلى مملكتنا هذا هو تحت راية واحدة تحت سلطة واحدة فهمت فلذلك مهما عرضوا علينا من مغريات ومهما عرضوا علينا من أموال أبدا وكلا وليس هناك أي مجال للمفاوضات من أجل هذا الأمر لازم أن نضم كل الأراضي تحت راية واحدة وكلمة واحدة وجيوش واحدة وسلطة واحدة وهدف واحد هذه الغاية التي نرجوها فلذلك نقول لهم لا لن نرضى بهذا وهنا يا جماعة المدفعون على قلعة غابة النخيل يفتح البوابات ويخرج منهم رسول متجها إلى جيوش الفاتحين طبعا مش لازم يفتحوا البوابة لأن أصلا الأسوار مدمرة وفوت طلع من الأسوار مباشرة ليش يفتحوا في البوابة ويتعبوا في رواحهم يعني فخرج الرسول وشني بيقول الرسول طبعا بيتفاوض معنا بيتفاوض معنا قالوا ندفعو لكم 17593 دينار في مقابل أن تفكوا الحصار عن القلعة قلعة غابة النخيل وتذهبوا في حال أنفسكم إحنا نقول لهم طبعا لا لن نفعل هذا ولن نقوم بهذا إلى أن تستسلموا طبعا يا جماعة الأكل نفذ من غابة النخيل أو قلعة غابة النخيل فلذلك هي مسألة وقت يأما يستسلموا يأما ندخل إليهم أيوة والآن شنصار تدمرت الأسوار بالكامل الخاصة بالقلعة ومرة أخرى فتحوا البوابات رغم أن الأسوار مدمرة وخرج الرسول وجاء لي يتفاوض هالمرة أكيد حيستسلموا قال لقد نفذ طعامنا ولا نريد أن نموت جوعا بعد الآن لقد استسلمنا استسلموا هههه هذا الكلام بلاش هذا هو الكلام اللي نبوه جميل هادم الأسرة احنا الأسرة نلولين ما بيعناهم مش صح يا شيخ طيب ناخدهم بالكامل مش مشكلة لا يوجد بها غنائم منتهية القلعة يا جماعة منتهية جميل إظهار الرحمة أول شيء حتكون تابعة لنا تحت إدارتنا إلى أن نقوم بعمل اللي هو الستراتيجية الخاصة بنا أو الفكرة الخاصة بنا إذا نجحت طيب يا جماعة والآن فيه عرض من سقلية تقول لك سقلية ستدفع 2340 جزية يومية لإنهاء الحرب وقال لك أتباعك أو أتباع القعقع تركوا القرار للقعقع هو الذي سيقرر فش رأيكم أنا نقول أن سقلية هي عبارة عن مدينة واحدة اللي هي مدينة بليرمو هي هذه المدينة الواحدة اللي يملكوها تمام والمدينة هذه موجودة قريبة من الولايات البابوية الولايات البابوية أيضا ستكون بيننا وبينهم حرب حرب يعني ضروس لا تبقي ولا تذر وطبعا الولايات البابوية حيدخلوا معها حلفاء من الصاليبيين يعني بأفواج أفواج حيدخلوا معاهم حاليا جماعة منش عارف إذا نستطيعنا نكلم افتخار اللي موجود عندنا في السجن إذا كان موجود عندنا في السجن لو ذهبنا إلى الزنزانة هذا افتخار لو جينا لإدارة السجناء لو أخدنا افتخار يا جماعة هذا مستطيعنا من المحادثة ممكن نعمل معها محادثة إذا خرجنا لي بس ممكن إذا خرجنا من مدينة ترى نعم ترى نكلمو إذا القعقاع لقد جاء ثعبان ليهمس في أذني نقول لها انضم إلينا وتحرر لدي عرض لك أوكي يقول لا يعني لا مملكتك ممكن هذا قصده مش محفظاتك لا مملكتك ولا علاقاتنا عميقة بما يكفي لتغيير ذلك أنا سعيد مع سيدي الحالي مش عارف يا جماعة شني شني المشكلة هي هذه هي العلاقات العلاقات شوفوا ناقص ستة طيب يا جماعة شيراكم مثلا نقوم بإطلاق السراحة نطلقوه أوكي شن أصبحت العلاقة مش عارف ناقص واحد أو كم ناقص واحد الفكرة شني الفكرة عنها حاليا بيمشي بيرجع الفاطمين بيجيب يلقى القلعة الخاصة به تم أخذها شن بيعمل بيقعد يهريم على وجهه في مملكة الفاطميين من قلعة إلى قلعة ومن منزل إلى منزل يعزموا فيه طبعا القادة التانين فيلقى إنها خلاص يعني قدرها طاح في عند الفاطميين ف وأيضا في نفس الوقت نحن الفاطمين حنقوم بيأخذ يعني أكبر عدد من القلاع فبيلقى روحها يعني مليش لزوم فممكن يرجع ويوافق على عرضنا بالانضمام إلى مملكة الفاتحين يعني هذا كتحليل جميل عندنا هنا يا جماعة المثنى المثنى لقد بلغ خمس سنوات وبحاجة إلى توجيهاتك يقول لك هذا المثنى يا جماعة يقول لك إن المثنى أصبح الآن كبيرا بما يكفي للعب بشكل مستقل مع الأطفال الآخرين في التاركة ونخلوه الخيار الأول يتطلب الشحن اللي هو يقول لك اجتماعي الاجتماعي اللي هو يا جماعة يستطيع إنه يجذب إليه الناس والشخصيات ويلتفوا حوله بما أن يعني في المستقبل ممكن يكون يعني شخصية قيادية فهذه يمكن ميزة كويسة نعطوها لحاليا التالي خلي نقوله نعطوه الماكر يلا بألعاب الطاولة شرايكم ماكر خاص بالتكتيكات جميل نجو لإدارة المدينة القدس أوكي يعني مش محتاجة لأي تطوير لأي شي طيب إحنا ما شفناش المتاجر المتاجر اللي موجودة في القدس شي نشيه من المتاجر هل نستطيع نشتري متاجر صحيح إحنا حتى المدن يا جماعة ما ندخلو لهاش ليش ما ندخلو لهاش الفرد ندخلو لها المدن صح قم بالتجول وسط المدينة خلنتجول يا جماعة وندخل هنا إلى داخل القدس يا سلام من هادهم هادهم التابعين عبد الرحمن جعفر عبد العزيز يزيد تابعين الخصيبين من يتبع فينا يحرس فينا يعني العالم سمير أوكي أوكي هنا بياع الدروع وهنا بياع الأسلحة وهنا بياع الموضي غدية الطعام طيب نضغط على الزر الزر يورينا طبعا مكان قاعة السيادة أو السيادة زي ما يقولون قاعة العرش يعني والزنزانة وهناك الحلبة وهذا في حداد وهنا أيضا في حداد يختلف ممكن هذا اللي باللون الأصور ممكن هذا حداد اللي هو نستطيع ممكن نشتريه حلاق نستطيع نحلق نغير الشكل الشخصية هنا الحانة نساج هذا نساج شوفوا باللون الصفر هي المتاجر أو المحلات أو الورش أو المصانع اللي نستطيع نشتريها وهناك هناك يا جماعة اللي هو متجر الفخار جميل أيضا في نفس الوقت يا جماعة احنا متعمقناش في داخل المدن أو مع الشخصيات الفرعية لأن الشخصيات أيضا عندها مهام الشخصيات اللي هي تعتبر شخصيات مرموقة في داخل المدن والقرى يعني تعتبر مثل القيادات يعني عندهم سمعة بين الناس فهنا شيني هذا هذا اسمه شاندلر إسحاق طيب يقول الذين يعملون بأيديهم يحبون أن أتحدث نيابة عنهم الكثير من الرجال الشرفاء الآخرين هنا في القدس أنا حرفي رجل عامل هنا نقول سمعت أنك قد تحتاج إلى بعض المساعدة في مشكلة ما طبعا هذا أنا عليها علامة تعجب باللون الأزرق معناها عنده مشكلة أي شخصية عليها علامة التعجب معنا عنده مشكلة أو مهمة بحد يعني يعملها لي هنا نقول لها أرغب في تكوين قافلة في هذه المدينة أرغب في شراء أحد ورش العمل الخاصة بك نقول لها أرغب في شراء أحد الورش فهنا عنده هنا عنده ورشة نسيج ورشة حدادة فخلنا ناخد النسيج وندفعه لها 23 ألف 900 ونأخده أيضا السميث والحداد ونأخده أنشرها جميل نشوف مشكلته شن هي يقول لك يا نص القانون على أنه لا يمكن للبيع إلا للتجار المحليين وبسعر ثابت أيضا لذا حتى عندما تكون الأسعار الأخرى مرتفعة فأنا لا أزال أبيع نفس الشيء لماذا هذا لأنني لا أستطيع بيع منتجي بسعر عادل أعمل من الفجر حتى وقت متأخر من الليل لكن رغم ذلك بالكاد أستطيع أن أضع الخبز على الطاولة كيف يمكنني أن أقدم المساعدة كيف يمكن المساعدة يعني يقول لك سيدي يمكنك تغيير هذا القانون وسنكون جميعا ممتنين ونحن على استعداد للتبرع بـ 2000 دينار تعبيرا عن شكرنا هاهاها هاها هاهاها هاهاها هاها هذه رشوة تعتبر أصلا لا تبرع هذه رشوة انتصا تقول القانون يا جماعة لا متأكد هل عندنا قانون لما علاقة بالتجارة ما نتذكرش أني سنيت قانون لي علاقة بالتجارة أو فيه والله ما نعرف طيب نقولولي هل هناك طريقة أخرى لحل هذه المشكلة هنا يقول في الحل الثاني إذا تمكنت من توصيل 60 كيسا من العنب إلى شخص أو إلى صانع العنب الذي يمكنك العثور عليه في حلب فسيساعدني ذلك على البقاء على قيد الحياة لفترة من الوقت قد يغضب تجار البلدة ويقدمون شكاوى قانونية بالطبع ولكن آمل أن لا تضطر إلى التعامل مع هذا الجزء طيب نقولولي هل يوجد حل آخر ثالث يعني حل ثالث طيب البانينا في حل ثالث لكن هذا الحل يبانينا في خيارات خلنشوفو يقول إذا لم تكن ذاهبا نحوي فربما يمكنك أن تطلب من بعض رجالك أن يأخذوا بضاعتي ويعيدوا الأرباح لا ينبغي أن يأخذ الأمر أكثر من تسع رجال أو أحد ملازميك الموثوق بهم الذين يتمتعون بفهم جيد للتجارة يمكنهم الذهاب والعودة في غضون 8 أيام تقريبا فهنا نستطيع أن أحمل البضاعة بنفسي إلى حلب أو سأطلب من أحد رجالي أو رفاقي أن يحمل هذه البضائع أو لهو سأصدر قرار بإزالة القيود المفروضة على بيع السلع والخيار الرابع طبعا نقولها عذرا لا أستطيع فعل ذلك الآن يعني أجلوها يعني مش نرفضوها لكن يا جماعة الخير أنا في اعتقادي نعطوها لأحد رجالنا لكن من هو اللي يتمتع بمهارة التجارة؟ منش عارف خلنشوفو طيب هنا يا جماعة الشخصيات الموجودة عندنا فيه واحد فقط عنده مهارة التجارة اللي هو عكرمة لكن مهارة التجارة اتنين هنا نقول لنا خلينا نشوفو يعني خيار تاني رفيق تاني مختلف ترى آه كي جعفر جعفر يا جماعة عنده اللي هو أربعة في التجارة مهارة مش كبيرة يعني لكن تعتبر أفضل من الباقيين الموجودين عندنا جعفر هذا أحد الشخصيات اللي أسهرناهم يا جماعة من الفاطنميين وضميناه إلى التلان الخاص بينا وعبد العزيز كذلك ويزيد ثلاث شخصيات فنختاره جعفر نختاره جعفر طبعا زي تشوفوا هنا الأسامي يا جماعة عليها على المتنسفهام لأني غيرت اللغة حتى نستطيع نفهم المحادثة مع الحرة في هذا أو التاجر اللي أعطاني المهمة فلذلك لما غيرت اللغة أصبحت الأسامي بهذا الشكل لكن نستطيع رجعها يعني مش مشكلة عموما نحتاج الآن إلى نضمه معاه تسع جنود يرافقوه في هذه المهمة الشراكم نعطوه جنود من المستوى الأول يعني بدائيين هادوم خلنا نعطوه له هادوم نعطوه له تسعة آه يوه بهذا الشكل جميل ألف وتنمية وعشرين من ندفعولهم يعني المهمة هادي من ندفعولهم ألف وتنمية وعشرين أوكي تمام اشترينا ورشة النساجين واشترينا اللي هو الحداد طيب يا جماعة هادي ورشة صناعة الفخار شوفو يا عيني يا عيني يا عيني ورشة متكاملة وعلى ما اعتقد هادي المسؤولة على الورشة اسمها خديجة تقول أنا أملك متجر الفخار في القدس أوكي نقولها أرغب في شراء متجر الفخار تلاتة وعشرين الف وتسعمية وسبعة وستين جميل اشتريناه شوف يا جماعة دخلت للحانة في القدس وجدت مني التاجرة جميلة والتاجرة روز تقريبا تم أسرهم وقد تم إطلاق صراحهم والآن موجودين في الحانة طبعا التجار لما يتم أسرهم ويتم إطلاق صراحهم بعدها ما يرجعوش مباشرة يشتغلوا يعني في التجارة لأن تأتيهم وتأخدهم وتعينهم من جديد لأن بضائعهم والقافلة الخاصة بهم يعني تم نهبها معاش عندهم لا قافلة ولا بضائع فلذلك بتعاود من جديد تأخذ التجار هادم وتعينهم من جديد يشتغلوا في التجارة فحاليا سنأخذ تاجر جميلة وروز كويس وأيضا يا جماعة عندنا اللي هو التاجر ستيفن التاجر ستيفن لقيتها موجود في بنزرت وين هو؟ هذا ستيفن موجود في بنزرت شوفوا شوفوا هذا آخر مرة في بنزرت فبعتت ليه اللي هو أمر أنه يكلمني باش أنه ينضم معنا ونحاول نعينوه من جديد في التجارة طيب انضم إلينا ستيفن شنشي أصبر شوش؟ أوه أصبر 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 هذا شنه؟ أوه الفاطميين يحاصروا في القاهرة ترديقة بس يحاصروا في القاهرة يا جماعة هي بس نشوفوا بارتياتنا خولة سكندر عبد الحفيظ كويس خمسمية خمسمية الجيوش اللي تحاصر في القاهرة أوكي أنا ستطيع نمروا بجانبهم أوه ده لا يا غبي لا يا غبي لا لا يا اسكندر لا شندرت شندرت يا إلهي يا جماعة اسكندر دخل في قوات الفاطميين ونفكر أنه لما برّينا بجانب الفاطمين هو ظن أنه ممكن ندخلوا فيهم وانتصادهم معاهم فهو دخل أيضاً يا إلهي وأنا كنت نبي يا جماعة نمر نمر من هنا ونلف لفان يعني من الأسيوط ونرجع إلى هذه المنطقة حتى يستطيع الجيوش تنضم لنا لأنه ما فيش طريق آخر تأتي مننا الجيوش هذه أو البارتيات الخاصة بنا تتابع لنا والله إلا قصة قصة طيب يعني هما خمسمية واتنين وخمسين وإحنا ميتين وستة وخمسين ومعانا اللي هو اسكندر خلين نقولوا مية يعني تلتمية وستة وخمسين يعني متفوقين علينا بعدد كبير فيلا ندخل يلا 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 شوف تناقصة أعداد السكندر والله شير أسمع منكم شيء أصبر 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 لا تتورات أصبر بيتم أسرة سكندر خلين جمعوا جوش الباقي يا جماعة خلين جمعوا جوش الباقي تولنا نرجع له عبد الحفيظ بعيد بعيد عبد الحفيظ يا جماعة بعيد 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 طيب في خطتين في خطتين نقدر نزيد أعدادنا لكن بجنود بدايين شوفوا هادو طيب نأخذوهم وحتى هادو يا جماعة الجنود اللي هم اللي نستطيعون نطوروهم إلى إلى وحدات مخضرمة طوروهم هنا الفاطميني بيدفعوا الفين وتسعين جزية يومية مقابل تقريبا هدنة مش سلام تقريبا هدنة لا يعني حاصلوا المدينة يا جماعة حتى يقوموا بالضغط علينا حاصلوا القاهرة حتى يضغطوا علينا طيب يا جماعة رجعنا للقدس ليش لأننا ما نستطيعش نغيروا أو نحولوا القوات هذه اللي اشتريناها البداية لين يعني ندخلوا لمدينة وندخلوا للحامية ونجوه هنا للمنجر ونجوه هنا باش نعينوهم يعني بالكامل شوفوا 30 لازم لازم من الشي هذا فحاليا عندنا أربعمية احنا والحصار قايم مازال وعبد الحفيظ وصل لنا شوفوا عبد الحفيظ وصل ل جميل خمسمية كويس حاليا جماعة حندخل في جيوش الفاطمين هنا في خيارين يقول لك الاعتداء على معسكر الحصار واقتحام لمساعدة المدافعين اذا قلنا الاقتحام لمساعدة المدافعين يا جماعة شين يقول لك هنا يقول لك لقد وضعت خطة لتشتيت انتباه المحاصرين حتى تتمكن من الاندفاع نحو بوابات القلعة متوقعا أن يسمح لك المدافعون بالدخول ولكن قد نخسر اتنين وستين من المقاتلين في هذه العملية المدينة حاليا كم فيها مدافع فيها تلتمية تلتمية وواحد وعشرين مع قواتنا ممكن تقريبا حنكونوا في حدود التمنمية نعم في حدود التمنمية نبدو متفوقين هل نمضي قدما في ذلك نمضي قدما في ذلك اوكي شن قال لك طيب يقول لك يا جماعة المدافعون فتحوا البوابات بسرعة وجعلوك او جعلوا جيوش تمر بسرعة الى داخل المدينة واغلقوا البوابات وراءكم بسرعة لكن في هذه المحاولة فقدنا يا جماعة واحد وثلاثين من المقاتلين اوكي يعني خسارة معقولة ما وصلتش للستين واحد وثلاثين يقول لك فقدت أربعطاش من قوات المشاء واحداش من قوات الخيالة الصدمة وواحد من قوات رمات الخيالة اوكي اوكي يعني مش خسارة مؤلمة ومع هذا زاد عددنا المفروض يكون زاد عددنا حاليا ترى نشوفوه يكمل نقول لك يكمل جميل اهه انسحبوا انسحبوا يا جماعة انسحبوا من الحصار حاليا نعم اصبح في المدينة 800 لو مشينا الوقت ما يقدرشي حاصرو شوف هههه ما يقدرشي حاصرو اصبح شوي هي بس يا جماعة خلينا ناخدوا احنا زيادة اه قوات هنا طيب هادي وهادي وهادي جميل نجوه المحمية هنا نجوه هنا ونجوه هنا ونعينهم مع عشرة يعني اوكي جميل ابتعدوا يقولك داهبين إلى محاصرة غابة النخيل اللي هي قلعة دعنا سبقوهم يا جماعة ورجعونا أو رجعوا للمدينة يلا ندخلوا فيهم تعال جاي لقد مر وقت طويل يلا إلى الحرب يلا ما تكلمني أملكوا عندنا نطاردوا فيكم تعالوا جاي شن عندنا يا جماعة هون عندنا دنيا دنيا والله طيب هل بيهاجموا الله أعلم جميل تمركزوا تحركوا تعالوا تعالوا خيالة اللي صدمة من لبوشي تشابكوا معاهم رمات الخيالة تحركوا استعدوا لا تهابوهم ولا تخشوهم تعالوا تعالوا هم يحاولوا يستهدفوا خيالة الصدمة تعالوا خيالة الصدمة تبعوني تبعوني اتبعوني نعم رأيتوا كيف انسحبوا أفضل شيء أفضل شيء هذا اللي نبوه جميل أسقطنا منهم عدد لا باس به طيب تعالوا يا رمات الخيالة تعالوا هنا تحركوا تمركزوا الرمات يا جماعة نضعوه مع المرتفع هنا شرايكم بهذا الشكل وأيضا حتى مشاتن نضعوه هنا شرايكم بهذا الشكل نعم أوكي لا إله يا يلاهي مذبحة والله مذبحة مذبحة أنا اللي قاعد خايف مني يا جماعة خيالة الصدمة الخاصة بهم خيالة الصدمة يعني ممكن تعملين دمج كبير في قواتنا من أجلش نقدم المشاهم الأولين شوفوا خيالة الصدمة ما زال عندهم يا جماعة شوفوا ما زال عندهم كتيبة هناك أو سرية وهناك هذه الكتيبة اللي هناك خلاص يعني شوية وتبع فخليت الرمات الخيالة يستهدفوها أو يستفزوها يعني حتى لو أنها قدمت نقدمو لهم اللي هو خيالتنا خيالة المشا نقدموها لما يتصدعون معه لكن ما يقدروش يقربوا شوي ويهرب لأننا عارفين عارفين أن الوضع خطيئ أو شيء خلنعطوهم وضعية كويسة لخيالة الرماء لأنهم بهذا شكل يستطيع يرمو بشكل كويس نعم هلنشوفوهم يهجموه أو لا تعالوا يا خيالة الصدم أوهجمو عليه أوهجمو عليه أوهجمو عليه نعم نعم صدموا في صدموا تصدموا يا عيني يا علي تعالوا يا خيالة الرماء تتخيلة تعال تحركوا أيوه قابلوهم جميل جميل ترا خيحنا منهم كمية لبس بيها طيب أرجو 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 يا خيالة الصدم أرجو 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 خلوه رماءة الخيالة قادموا تحركوا قادموا بهذا الشكل تحركوا أيوه بهذا الشكل جميل جميل شوف شوف خيالته خيالة الصدمة شوف قضوه عليه جميل جميل هذا المطلوب هذا المطلوب هذا المطلوب طيب الجناح الأيمن خلي نقولوا الجناح الأيمن اللي كانت اللي كانوا يغطوها خيالة الصدمة للعدو الفاطمين تم القضاء عليه شوف هداك انسحب جميل في هذه الحالة شن نديرو تعالوا ناخدوا خيالتنا خيالة الصدمة ونوجهوهم هنا. تعال وجهوهم هنا. نشوف الموضوع كيف بيكون. ايوة. رمات الخيالة. اه اوكي 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 اوكي. تغيرت. تغيرت الاااا الوضعية. شوفوا قسمه اللي هي. اعسى. تعال تعال. تعال تعال. تعال. رمات الخيالة. تعال. قسموا قواتهم. قاموا بقسم قواتهم يا جماعة شو شو. دخلوا فيهم هجو. ادخلوا فيهم يا قواتهم. الصدمة. طي قوات الصدمة قالوا. ما ناش نديرين شي. جميل. تعالوا يا روماة الخيالة. خليكم هنا. خليكم هنا. خليكم هنا. خليكم هنا. جميل. شوف شوف. يا سلام. يا سلام. تعال. خليط الصدمة. ادخلوا فيه. كروا فر. لهمني. جميل. ها رجعوا. روماة الخيالة. قدموا. وهكذا. الفاطمين يا جماعة قسموا خيالتهم. طي. نفس الشي. تعالوا جاء. خيالة الصدمة. اضربوهم. دخلنا فيه. جميل. جميل. دخلوا فيه. دخلوا فيه. تمركزوا. تعرجوا. 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 تعالوا. رمات الخيال. نعم رمات الخيال. استهجفوهم. شوف شوف. قاعدين يفصلوا في قواتنا. شوف. تمركزوا. تحركوا. تمركزوا. تمركزوا. حجوم. تمركزوا. تحركوا. يلا. او. او. اوكي. انا قلت له. مدلما. خيالة. ارمات الخيالة عندهم. نعم. اهلا. خلاص. انتهو. تحركوا. 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 يلا يا رمات الخيالة يا. يلا. خيالة الصدمة. تعالوا هنا يلا. تحركوا. جميل. تهو نقدروا يتحكموا فيها بشكل كويس. خلاص. امرهم انتهاء. ما زال يقسموا في قواتهم. شوفهم. ما زال يقسموا فيهم القوات اللي هم الخيالة. لكن خلاص. معاش عندهم قدر اصلا. يصمدوا امام اللي هو رمات الخيالة. مقدروش. خيالة الصدمة معاش يقدروا يصمدوا. طيب. بيستعدفوا توا خيالتنا. خليموا هنا خيالتنا. كويس. لو شن ندير يا جماعة الخير. هذا شن هده. هده هجموا علينا خيالة. ها 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 ها. طيحوا طيحوا طيحوا. مشاتنا. قدمونا. ايوه. رماتنا في قدمو ايضا. جميل. دار وضع الدفاع. ايوه. ايوه. خيالتنا. وهجم على الرمات. رمات الخيالة. وهجم كيف ما تبوا. رماتنا. خليكم زمن. طيح. هجموا الفاطمين. هجموا الفاطمين. مشاتنا. اهجم. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. خد هاده. خدوا هاده. يا الله. الله اكبر. الله اكبر. تعال هنا. تعال هنا يا بلد. تمشي. تمشي. خد هاده. اللعنة عليكم. انت ق Schutz. أوزاني. ladder. ن gostar. خد هاده. خد هذه. دربة السيف البتار. الله ه haber. حدًا من subtitle. الله هادم. تعال هنا. الله أكبر. الله هادم. خد هذه أيها الملاعين خد هذه خد هذه وأنت وأنت تبدأ لكم خد هذه تعالوا هنا إلى أين تنسحبون إلى أين تنسحبون إلى أين تذهبون إلى أين ستهربون الله أكبر أتريدون أن تحاصرون القاهرة أتريدون استرجاع القاهرة خد هذه خد هذه هذا ذو الفقار أيها الحمار هذا سيف ذو الفقار لن تحرض منه خد هذه ضربة ضربة تانية خد هذه إلى أين تذهب أقضوا عليهم أصبح لعطهم أمر يا جماعة اللي هو أصبر كيف تسعة تسعة خد هذه واخد هذه واخد هذه واخد هذه تمرك هجوم اذهب إلى أين تهربون الله أكبر أين المفر أين المفر أين المفر أين المفر خد هذه عطين عطين حوو حوو تعال هنا تعالوا يا أوغاد تعالوا مصرح للإسلام هنا أين المفر يتلو نعم نعم لقد انتصرنا انتصرنا لا غالب إلا الله لا غالب إلا الله أخيرا والله يا جباح طالت المعركة طالت كنت نقدر نهجم هجوم عشوائي وتنتهي بشكل سريع لكن يعني كيف حتكون يعني متعة المعارك إذا كنا ننهم في الأمر بهذا الشكل لازم نتكتيك ولازم نشوف أيضا الدكال الاصطناعي كيف يتعامل مع استراتيجياتنا فكانت يعني فكرة التقسيم قواتها اللي هي خيالة الصدمة شي مفاجأة الصراحة يعني كان دائما يغطي في الجناع عند ريته المخطط الخاص به الدكال الاصطناعي هذا الأجنحة يغطي فيها يحاول يسد في العجز لكن أبدناهم في النهاية معاش يستطاعوا يواجهوا باستراتيجيتهم هذه معاش يستطاعوا فمعاركة جميلة يا جماعة معاركة جميلة تضاف إلى المعارك الرائعة اللي قبنا بها قتلانا يعني خلي نقوله قتل مننا 84 وجرح 76 أما بالنسبة للفاطمين فقتل منهم 251 وجرح منهم 316 وهرب منهم 13 جميل 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 وعندكم هنا الأسيرة الأولة اللي هو الحارث تقريبا هذا أسرناه سابقا نحن في مرسي ما اسمها يديرا خضيرا يديرا طيب أسرناها هذه أسيرتنا أسمى ريحانة رزيق طبيبة سلوة هذي تم أسرها يا جماعة طبيبة سلوة هذي بارتي من بارتياتنا التابعة لنا واسكندر أهلا بك يا اسكندر آسف على السحبة يا اسكندر والله يعني كانت كانت الكفة مش لصالحنا وهو هجم يعني هجمة غريبة جدا وللأسف وقع يعني أسير في يد الفاطمي لكن حررناه تمام جميل طيب هنا ناجو لهذه القوات المأسورة عند الفاطميين وهذه أسراهم طبعا ناخدوهم أسراهم بالكامل والقوات المأسورة ناخدو القوات اللي تمنع اللي هي التابعة للفاطميين أصلا مشاه رماه مخضرمين رماة الكرسبو المشاتنين صواعق الحق هبوب الريح نعم بهذا الشكل كويس وعندك أيضا الغنائم اللي غنمناها من الفاطميين هذه الغنائم جميل هات شوف يا جماعة المستعلي بالله عند قوات حاليا يهاجم في قرية طنطة شين نعملو له هنهجموا عليه أو هنذهب ونهجم على أسيوط الباني هنذهب ونهجم على أسيوط لكن يا جماعة أولا شبك خنمشوا نعينوا اللي هما التجار اللي مازالوا موجودين عندنا حاليا في البارك الخاص بينا نمشوا نضعوهم على قوافلهم ونخليهم يتاجروا ونرجعوا نستكملوا اللي هي الفتوحات نستهدفوا أسيوط وممكن أيضا إذا ما زال فيه وقت نستهدفوا الإسكندرية ونستهدفوا أسيوط ونستهدفوا أسيوط بنزرت ونقولوا لها طبعا نحتاجوا إلى تشكيل قافلة تضم قوات أفضل فهنا بيقول لنا بيكلفك هذا 22500 ونقول لها حسنا طبعا نختاره هنا حاليا اللي هما التابعين من الذي سنعينوه على قافلة تجارية طبعا نحن عندنا من الأول اللي هو روز وستيف والتاجرة جميلة أو شي تاجرة جميلة جميل نكلموه مرة تانية تحدث أرغب في تكوين قافلة روز ومرة تانية يتحدث تكوين قافلة ستيفن جميل جميل حاليا نحن خلوهم يا جماعة يتاجروا أرغم أننا عندنا بضائع من الغنائم الموجودة عندنا نستطيع نعطيها لهم لكن لا يوجد وقت حاليا أن نعطوهم البضائع ولا نسقوا معهم في تجارة هذه البضائع والغنائم خلينا نذهب أول شي نفكوا الحصار على القاهرة بعدين نستطيع نكلموهم من هناك ونستدعوهم ونعطوهم بضائعهم فخلينا يا جماعة نخرج إلى البحر أسطول فتوحات يا سلام عليك أوهو تصدوا يا جماعة لقيت هنا واحد أسطول 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 تعال 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 أسطول من هو هذا أسطول شنسمه أسطول تابع لسقل يا جماعة وحاو كانوا يستهدفوا فينا تعالوا 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 تستهدفونا يلا هيا تعالوا تعالوا تعال تعالوا تعال تعال سقل لي يع طيب هاد اسم هاد اسم جيوسو تقريبا جيوسو تقريبا والله أعلم نفيه هنا يا جماعة حرف مش عارف عليه علامة حرف تقريبا لاتيني الله أعلم طيب نقول لأ أنا القعقاعة يقول لأ قد سمعت عنك اسمك يثير الخوف في قلوب الرجال طبعا طبعا يثير الخوف هذه هي أفضل سمعة يمكن أن يتمتع بها الإنسان ربما تكون لدينا مصالح مشتركة لا لن تكون هناك مصالح مشتركة ها 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 لن يكون هناك إلا القتال نقول لك هنا طيب شنجا قال استسلم إن لم يكن من أجل مصلحتك ففكر في رجالك أنت اليوم في موقف لا يحسد عليه نقول لك سنقاتل حتى آخر غطرة من دمنا ولن يثنينا أي شيء على هذا الأمر أيها السعلوق تعال فلندخل لهم يا سلام يا سلام هذا هو يا جماعة شوف 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 بالله يعليكم الموقع هذا هو الموقع هذا حاربنا فيه يعني زمان سابقا يعني لنفس الشكل لنفس الهيئة لكن احنا كنا يعني في الأسفل لكن حاليا احنا في الأعلى يا عيني والله موقع رهيب طيب عطيني رما وضعهم هنا وقلهم F2 F3 يا سلام يا سلام طيب يا هذا الشكل يا جماعة طيب وخلي نبدأ يا عيني طيب شين يديروا حاليا خيالة اتبعوني اتبعوني يا خيالة اتبعون تعال الله هو أكبر هو مسحو طيب تعال تعالوا يا خيال 까지 وقلي انت Lee ذات اتبعوني اتبعوني شيk ساي اتبعوني ساي اتبعوني اتبعوني kaz ne اتبعوني اتبعوني انت اضرب الله أكبر الله أكبر يا هجوم 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 الله أكبر اضرب الله أكبر اضرب ملاعين اضرب الله أكبر خد هذه مني وهذه أيضا وهذه أيضا لا خد هذه خد هذه خد هذه الله أكبر لا إله إلا الله خد هذه مني واخد هذه واخد واخد خد هذه اوه هذا القائد اضرب قتلناه قائد القوات ولا الملك ولا شيني اضرب خد احسن بعد خد هذه خد هذه هم اضرب لا لا الواقف هيا الله لا الى الله اصبر اعطيني السيف اعطيني تعال هنا وين وين قايدهم وين هذا من هذا هرب وين تهرب هذا القاعد هذا القاعد اذهب يا وغد هذا القاعد اتناه لا اله الا الله لا اله الا الله لم يتبقى منهم الا رياتهم الله اكبر تمام جميل قتلنا منهم 139 وجرح منهم 110 و 53 هربوا يا اله لا رقم كبير احنا قتل منهم 21 وجرح 53 جميل انت سجيني هذا اللي ضربناه يا جماعة اخر واحد كان من سحب انت سجيني لم يقاتل من الموت انت سجيني هناك سجيني مباركة سجيني على سجيني نعم سجيني روجير روجير تسجيني مني هذا السجيني تسجيني انا سجيني الأسرع خود الأسرع بالكامل قال لك هذه أكثر من لازم خود خود حتى لو كان أكثر الغنائم هذه غنائم هم سقلين جميل أخصص أغلبها للتجار كويس ممتاز حاليا يا جماعة طبعا المعركة هذه خلتنا نخسر بعض القوات وإحنا ورانا يعني معركة أخرى معركة فك الحصار على القاهرة إحنا نستطيع ندخل فيها المدينة من هنا صح ولا ما نقدروش ما نقدروش إنها محاصرة شوف يا جماعة أربعمية أوه حسين يا جماعة من عام الجيش مجمع يا سلام أو الكلام ولا بلاش هذا اللي نبوحنا أيوه يا عيني عليك ولكن ما نقدرش يدخل لأن طبعا أقل منهم فإحنا خلينا نلفوا يعني طيب نجوه من الجهة الثانية أكيد حيدخل إذا جئنا من الجهة الثانية تعالى فيه هنا ميناء يا سلام يا سلام شيني هذا صنع السلام مقاطعة آه مصوتين مصوتين آه سمير الذهبي مصوت على صنع السلام مع سقلية لن نصلع السلام نقول لنا نحن نعارض صنع السلام في هذا الوقت آيوه قرار ينافذ نافذ ما فيه السلام مع السقليين هذا جيش حسين تعال يا حسين ندخل هاي يدخل معنا لكن نحن نبو أهم شيء نبو نحن المتحكمين في التشكيلة في البداية لأنه هو حيدخل كدعم تمام في وسط المعركة لكن أمتى سيصل منش عارب لكن مش بعيد يا جماعة 257 من قوات الفاتحين بتواجه 402 من قوات الفاطمين لازم نصمده في هذه المعركة في بدايتها إلى أن تصل قوات الدعم الخاصة بي اللي هي حسين جيش حسين وندخل ندخل وهذه قوات الفاطمين أوكي أعدادهم الكبيرة اللي هي يا جماعة التركز في الرماء في الرماء هذه أعدادهم خيالتهم قليلين 45 مشاتهم 107 تصدقوا عندنا أفضلية عليهم تعالوا يا خيالت الصدمة تعال تعالوا أوكي تعالوا تعالوا يا خيالت منحاون نربكوهم يا جماعة ما نخلوهم شي قدموا أكتر شي حنسادف الرماء الرماء المشاء أو مشات الرماء طيب الخيالة كانوا يطردوا فينا وانسحبوا جميل يا إله يا إله طيب المشاء ما لهم عملوا تشكيلة تشكيلة دفاعية ما يبوش ما يبوش يهاجموا طيب 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 تعالوا 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 يا خيالتنا تعالوا تعالوا ايوه عطيني الفيو هذا جميل خيالتهم يحاول انهم يهجموا او خيالة الرماء هدو من خاصة به ايوه طيب عندي فكرة تانية تعالوا يا يا رماء الخيالة لا تبعوني دعم نعم اتبع تبع اتبعوني جميل اسقطنا منهم مجموعة صح نعم نعم احسن احسن ايه ايه صحيح هذا اللي نبوه يلا خد هاد امعانا امعانا خد هاد خد هاد خد هاد لا تعالوا تعالوا كون صار الخيالتهم ابدنا صدقوا يا جماعة والله ما انتبهت قواتنا دخلت دخلت في المعركة اصلا من زمان من اول ما بدأنا داخلين في المعركة من اول ما بدأنا داخلين في المعركة طيب رماتنا تحركوا نقدموا الرماء يا جماعة الرماء شو نقولوا لهم تمركزوا تفركوا نعم بهذا الشكل تمركزوا تعال اقرب يا اخي زياد اكتر مشاتنا تحركوا تشكيروا تمركزوا تحركوا 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 تمركزوا تحركوا تحركوا تمركزوا تحركوا تحركوا ما تفعل هنا لماذا انت مصاب خد هذا خد هذا لماذا انت مصاب خد هذا جميل بدؤوا يقدموا بدؤوا يقدموا خيالتنا تشوفوا فيهم هذا الملاع الرماء قد بالصدار قد بالصدار لا او هجمع لي الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا أعداء الله أسلموا تسلموا أؤلاء كد هذه ؟ انذى الرعي اطلق الرعي اطلق نزلها الرعا ايوها خيالتنا وصلت اضربوا لهم اضربوا لهم لا ترحموهم ولا تتركوا منه احدا هي لقنوهم درسا لقنوهم واضربوهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا أوغاد يا أوغاد ألم تسمعوا ألم تعوا ما نريد هيا خذ هاده خذ هاده وأخذ هاده وأخذ هاده وأخذ هاده يود اضرب يالب اضرب يالبا تمر هجوم يالبا اره صافي خد هاده خد هاده خد هاده هجوم حتى الرماء هجمه خد هاده خد هاده خد هاده ايها لو غاد خد خد الله اكبر خد خد الله اكبر لانزي عنا رأسك عن جسدك لانزي عنا رأسك عن جسدك لانزي عنا هذا الرأس وهذا الرأس يا عدو الله خد هاده خد هاده خد هاده ليس لكم منجا ولا مفر اين المنجا واين المفر اين المهرب اين المهرب خد 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 ا pug خد اقضي عليهم جميعا اقضي عليهم جميعا لقد انتصرنا في هذه المعركة ولقنا عدونا درسا لينساه ألم يعوا ألم يسمعوا قلنا لهم لا تتعدوا ولا تعتدوا لكنهم اعتدوا نصرة للإسلام جميل خسرنا تسعة وتلعتين قتيل وواحد واربعين جريح وهم خسروا مئة وتلعت وسبعين قتيل ومئتين واربعين جريح وتمانية سحب جميل غنائمهم غنائمهم ما تنتهيش الفاطمين دائما عندهم غنائم طيب خندها او شي إلى القاهرة يا جماعة غريبة ما أسرناش ما أسرناش قادة أو بين إنها ممكن اللي هو جيش حسن هو اللي أسر جيش حسن يا جماعة أكيدا وأكيدا إنه متجه لأسيوت أو لا يقوم بدوريات أوكي نذهب إلى الحانة اختيار السجناء لبيعهم أوكي جميل إلى المحمية إلى الزنزانة إدارة السجن جميل وضعناهم هنا هل عندنا جنود نأخده جنود يا جماعة طيب تو خلينا نستدعو تجارنا تاجر جميلة خلنكلموها وروز و ستيفن ننتظر شوي أهلا يا جميلة أريني المخزون الخاص بك ما عندها شي مسكينة نجو لمثلا خلي نقولوا أسلحة أو الدروع خلينا نقولوا الدروع جميل شوفوا الدروع طيب نعطوها كويس كويس ممتاز خلي التاجر بهم روز أيضا نعطوها ممتاز وستيفن طيب ممتاز وبهذه الخاتمة يا جماعة نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم نتمنى أننا لتعجبكم استمتعتوا بيها وقبل ما ننهي ما تنسوش دعمنا بالاشتراك والليك والنشر وإلى اللقاء في الحلقة القادمة مع السلامة